قالت منظمة الصحة العالمية انها فقدت القدرة على التواصل مع موظفيها ومنشآتها الصحية وبقية شركائها في المجال الانساني في غزة عقبا قطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن القطاع في اثر الغارات الاسرائيلية قال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم ان هذا الحصار يشعره بقلق بالغ على سلامة موظف المنظمة والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى في غزة داعيا لتوفير الحماية الفورية لجميع المدنيين واتاحة الوصول الكامل للمساعدات الانسانية